خلينا نتكلم عن فكرة الذين يستحقون الحياة والحقيقة أنه الجملة دي استوقفتني شوية هل في حد ما بيستحقش الحياة؟ هل حرتك أما قلت أو لما شاورت في كتابك على الذين يستحقون الحياة لقيت ناس ما تستحقش الحياة؟ اللي بتغرس فسيلة للحياة هم اللي بيستحقوا الحياة يعني حضرتك بتعمل البرنامج ده علشان توصلي لجمهورك شيء إيجابي أنت بتغرسي فسيلة أنت بتغرسي فسيلة الفسيلة دي بكرة هتبقى شجرة والشجرة دي هتطلع ثمره وبالتالي كده أنت حضرتك بتتصلحي مع الحياة كده الحياة بتحبك اللي ما بتحبهمش الحياة اللي هم بيدمروها مش عايشينها يعني ولا فهمدها قلات اللي هم بيفسدوا فيها بيفسدوا فيها اللي أن الحياة خلقت على الصلاح وبالتالي أي إفساد في الحياة يعني بمعنى إيه يعني أهد لحضرتك مثال لو حد ماشي بعربيته ولأ مثلا إطار عربية موجود في نص الطريق فركم بعربيته علشان يشيل الإطار هو بيعمل إيه بالضبط؟ هو بيحاول يكون صديق للحياة الذين يستحقون الحياة هم الذين يعني يتركون الحياة خيرا مما جاءوا إليها بمعنى إيه أنا جيت الحياة بشكل وخرجت منها بشكل إذا ما كنتش هاجي الحياة يعني إذا ما كنتش هوضيف للحياة على أقل ما بواصف فيها هم دول يستحقوا الحياة وهما دولة اللي بعيد عن الاكتئاب وهم دولة اللي بعيد عن القلق وهم دولة اللي بعيد عن الخوف وهم اللي بعيد عن التوتر يعني